بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية 1 ونمر إذن إلى الجزء الثالث من المحور التاسع حيث سنقوم بشرح كيفية تحضير البنزين وكذلك أهم تفاعلات نواة البنزين بداية إذن تحضير البنزين يتم من خلال عملية التقطير التجزيئي للنفط فأثناء عمليات التصفية للنفط يتم فصل كيميويات المكونة للبترول عن طريق التقطير التجزيئي وهي عملية فصل تعتمد على الفرق في نقطة غليان المركبات العضوية الطريقة الثانية لتحضير البنزين تتم انطلاقا من عملية بلمرة الأستيلين من خلال التفاعل بين ثلاثة جزيئات الأستيلين كما يظهر في التفاعل التالي حيث أن هذا التفاعل يتم من خلال إذن كسر الرابطة باي لجزيئ الأستيلين مما يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على الكاربون تصبح شحنة موجبة هنا وبالتالي إذن الشحنة الموجبة على هذا الكاربون ستؤدي إلى انجذاب الرابطة باي هنا وتصبح بالتالي رابطة سيجما بين هذا الكاربون وبين هذا الكاربون تنقل هذا الزوج الإلكتروني لتكوين الرابطة سيجما يؤدي بالتالي إلى ظهور كذلك شحنة موجبة على هذا الكاربون الذي يقوم بدوره كذلك بجذب الزوج الإلكتروني للرابطة باي لجزيئ الأستيلين الثالث وإذن تكوين الرابطة سيجما هنا كما تلاحظون كذلك الأمر إذن يؤدي ذلك إلى ظهور شحنة موجبة على هذا الكاربون الذي يقوم بدوره كذلك بالسحب الزوج الإلكتروني هنا وبالتالي تكوين الرابطة سيجما الثالثة ليتكون في نهاية الأمر نواة البنزين نمر الآن إلى شرح أهم تفاعلات البنزين نظراً للاستقرار الكبير لنواة البنزين فإن معظم التفاعلات تتم بالاستبدال خلال التفاعل هنا سيتم استبدال ذرة الهيدروجين إذن في نواة البنزين بمجموعة ثانية مثلاً مجموعة نيترو مع الحفاظ على ذرة الكاربون إذن مرتبطة في حلقة البنزين بنفس الشكل الأول كما تلاحظون إذن لم يتغير إذن طبيعة الرابطة في الحلقة البنزين سنقوم هنا بشرح إذن طريقة أو التفاعل الأول المتمثل هنا في النترة وتتمثل إذن النترة في إحلال مجموعة نيترو محل ذرة الهيدروجين في حلقة البنزين هنا إذن كما تلاحظون فالبنزين هنا هناك ستة هيدروجين إذن خلال عملية التفاعل هنا سيتم إذن السبدال الهيدروجين بمجموعة نيترو مع بقابة الحال إذن الهيدروجين هذا التفاعل يتم إذن من خلال إذن الخلط بين نواة البنزين والخليط حمض النيتريك وحمض الكبريتيك ويؤدي إلى تكوين كذلك مركب الماء سنقوم هنا بشرح إذن تفاعل النترة لنواة البنزين كما نعلم فأن نواة البنزين تحتوي على كثافة إلكترونية متمثلة في الثلاثة روابط باي لذلك تتفاعل إذن مع جزيء يحتوي على شحنة موجبة ويسمى هذا الجزيء بإلكتروفيل نواة المجموعة تسمى بإلكتروفيل إذن بداية التفاعل مع نواة البنزين يجب إذن تحضير أو تشكيل الإلكتروفيل دائما في المرحلة الأولى والإلكتروفيل في عملية النترة يتمثل في مجموعة N2 موجب ويسمى إيون النيترونيوم حيث يتكون هذا الإيون انتلاقا من التفاعل بين حمذ النيتريك وحمذ الكبريتيك كما هو الأمر هنا إذن فحمذ الكبريتيك يعطي إذن البروتون البروتون هنا يندمج إذن مع الزوج الإلكتروني الحر لعنصر الإكسجين في حمذ النيتريك وبالتالي إذن نتحصل على هذا الوسيط حيث يصبح الإكسجين له شحنة موجبة وبالتالي إذن يسهل عملية كسر الرابطة بين الأكسجين والنيتروجين إذن ويصبح لدينا إذن مركب الماء ونتحصل على الإلكتروفيل التالي في المرحلة الثانية إذن يتفاعل الإلكتروفيل مع نواة البنزين كما هو ملخص هنا إذن في المرحلة الثانية إذن يتفاعل مجموعة أيون النيترونيوم مع إذن الرابطة باي من خلال إذن الانجذاب الرابطة باي إلى المدار الفارغ لإذن النيتروجين وتصبح لدينا إذن رابطة كما تلاحظون هنا مع مجموعة النيترو ويصبح إذن هذا الكاربون يصبح لديه شحنة إذن موجبة بحيث أن المركب الوسيط هنا هو أصبح غير أروماتي وبالتالي إذن غير مستقر إذن هذا المركب سيتحول بسرعة ليستعيد إذن الأروماتية ويصبح إذن مستقرا وذلك من خلال إذن خروج البروتون كما تلاحظون هنا إذن خروج البروتون وإنجذاب هذا الزوج الإلكتروني لتكوين إذن رابطة باي إذن هذه الرابطة باي وخروج إذن البروتون هذا البروتون إذن يخرج وبالتالي إذن نتحصل فينا هذا الأمر على النيترو بنزين